في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أجرت القافلة الطبية بقرية أم عزام بمركز القصاصين بالإسماعيلية الكشفة على نحو 1800 مواطن على مدار يومين وضمت القافلة كل التخصصات الطبية بجانب خدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها كل الأدوية كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل مجانا القافلة الطبية اليوم التي تضم كل التخصصات بها أكثر من صيدلية متكاملة بأكثر من 80 صنف يتم توزحهم بالمجان على المواطنين والحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي يتم تحويلها على المستشفيات الكبرى بإسماعيلية إسم المجمع الطبي ومستشفى وخليفة والمستشفيات الجامعية